اهلا بحضراتكم الامم المتحدة قدرت عدد الاطفال المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا والهزات الارتدادية التي اعقبته بنحو 7 ملايين طفل حيث تضرر من الزلزال المدمر 2.5 مليون طفل في سوريا و 4.5 مليون طفل في تركيا وقال المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف في مؤتمر الناء الصحفي الثلاثاء الماضي ان اليونسيف تخشى مقتل عدة اطفاء عدة الاف من الاطفال بسبب كارثة الزلزال موضحا انه حتى بدون التحقق من الارقام فمن الواضح بشكل مأسوية ان الاعداد ستستمر في الازدياد واشار المتحدث الى انه نظرا لعدد القتل المتزايد في اعقاب الزلزال فمن المرجح ان العديد من الاطفال سيفقدون اباءهم جراء الزلازل المدمرة لافتا الى انه يخشى ان تكون الحصيلة النهائية محيرة للعقل وقال خصائيون نفسيون الى ان الاطفال هم الشريحة الاكثر تضررا من حادثة الزلزال حيث تبدو اثار الهلع والتراب ما بعد الصدمة جلية عليهم وان الطريق الامثل للتعامل مع الاطفال هي ان نتركهم يبكون عند شعورهم بالحاجة للبكاء واخبارهم باستمرار ان ما يحدث هو ضرف طارق وسيمضي ويحتاج معظم الاطفال الناجين من الزلزال في سوريا الى دعم نفسي يسهم في التخفيف من اثار الصدمة التي تلقوها الى جانب احتياجهم الى حصص توعوية تسهم في تبسيط ما حدث لهم ليصبحوا اكثر تقبلا له ويؤكد الاخصائيون انه لن نتمكن الان من تحديد جميع احتياجات الاطفال الذين تضرروا بفعل الزلزال فلكل طفل حالته الخاصة المستقلة التي سنحتاج الى تقييمها بشكل مستقل وبالتالي التعامل معها بشكل مختلف عن غيرها من الحالات فمن فقد والديه في الزلزال يختلف عن من تلقى الصدمة ولا يزال جميع افراد عائلته الى جانبه لدعمه ويقول الاطباء النفسيون ان احتياجات الاطفال العينية لا يمكن فصلها عن احتياجاتهم النفسية فان يجاهز الاهل او المعنيون منزلا مؤمنا بجميع الخدمات للطفل يشبه منزله القديم وان يوفر له العابا وجوا من المرح وبيئة يمكن ان يندمج من خلالها مع اقرانه مجددا كل ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار عودة الطفل لحالاته الطبيعية بعد الصدمة ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لليونسيف في بياننا صحفي ان الاضرار التي لحقت بالمرافق الطبيعية بالمرافق الطبية والتعليمية بسبب الزلزال والهزات الارضية ستؤثر بشكل اضافي على الاطفال وان اطفال سوريا هم احدى اكثر الحالات الانسانية تعقيدا في العالم فثلث الشعب السوري بحاجة الى المساعدة في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة وايضا استمرار الاقتتال بعد اكثر من عقد من الصراع الطاحن والنزوح الجماعي وتدمير البنية التحتية العامة ونفدت مجموعة من فرق الانقاذ والتطوع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية عددا من الفعاليات والبرامج لدعم الاطفال السوريين الناجين والمتضررين بفعل الزلزال نفسيا وقام فريق الدعم النفسي التابع للهلال الاحمر الفلسطيني بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والانشطة في مناطق متفرقة من سوريا تحت مسمى التفريغ النفسي مستهدفا 129 طفلا من المتضررين والواضح عليهم اثار الصدمة من الزلزال كما تم اطلاق عدد من المبادرات الشبيهة في حلب واللدقية وترتوس وغيرها من الاماكن التي تعرضت لوضع مأسوي جراء الزلزال المدمر مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم